حبايبي الحلوين سنة اولى تعالوا كده مع بعض نحل اسئلة الانرجي بقولك the kinetic energy of a body is determined by using هو عايز منك اللوب بتاع الكينيتك انرجي اللي هو half mv power 2 بقولك if an object of mass 2 kg هو بيقولك ان الماس بتساوي 2 kg والكينيتك انرجي الكينيتك انرجي equal 25 جول هو بيقولك هات الفلوزتي اخدت معاك لو الفلوزتي كنت بقولك ان الفلوزتي equal root 2 kinetic energy divided mass يعني equal root 2 by 25 divided mass اللي هي بتوها عملها بالكالكوليتور هتطلع معايا الاجابة equal 5 سؤال number 3 بيقولك the kinetic energy of an object before joule هو بيقولك ان الكينيتك انرجي equal 4 joule what's the kinetic energy if its speed is doubled اللي speed doubled the velocity v doubled the 2 v تعالوا نعرف لما الفلوزتي تبقى doubled اللي يحصل في الكينيتك انرجي الكينيتك انرجي equal half mv power 2 قلتلك في اسئلة ratio اول حاجة بشيل الهال هقولك كينيتك انرجي equal علشان الماء السابتة مضغيرتش هنزل مكانها 1 الفلوزتي هنزل مكانها 2 power 2 تديني 4 ده معنى ان الكينيتك انرجي زادت اربع اضعاف طب الكينيتك انرجي كانت ب4 لما تزيد اربع اضعاف يعني اعملها by 4 4 by 4 هتديني 16 joule السؤال اللي بعده مديك اربع بوكسات السؤال ده حلنا مع بعض في السنتر سوا بيقولك الاربع بوكسات دول عندهم نفس اللي speed يعني الاولاني مثلا هقول انه سرعته ب1 والتاني سرعته ب1 والتالت سرعته ب1 والربع سرعته ب1 هو بيقولك مين اكبر كينيتك انرجي انا كينيتك انرجي equal half mv power 2 هما كلهم عندهم نفس velocity اللي عنده اكبر mass هو اللي هيبقى عنده اكبر كينيتك انرجي اكبر ماس عند ايه يبقى اكبر كينيتك انرجي عند ايه السؤال التاني بيقولك لو هما الاربع عندهم نفس كينيتك انرجي مين اللي عنده اقل سرعة يعني هو بيقولك تخيل انه هما كلهم عندهم نفس كينيتك انرجي يعني كينيتك انرجي الاولاني ب1 والتاني ب1 والتالي ب1 اللي الماس بتاعته كبيرة سرعته تبقى قليلة تخيل عندك واحد تخيم بيجري واحد يروفية هما الاتنين نفسي الماس الكبيرة تديني سرعة قليلة والماس القليلة تديني سرعة كبيرة اقل سرعة عند اكبر ماس مين اكبر ماس اكبر ماس هلاقيها عندي ايه نكمل مع بعض السؤال اللي بعده بيقولك when the speed of a car is doubled it's a kinetic energy اللي speed اللي هو v double ده تبقى 2v هو بيسألني على kinetic energy half mv power 2 ده السؤال ratio اول حاجة هشيل الhalf هقول ان kinetic energy equal الماس بوان الفلوزة اللي هي تبقى 2 power 2 هتديني 4 يبقى ده معنى ان kinetic energy زادت 4 اضعاف بيقولك if the velocity of an object is doubled ركز معي في السؤال الجاي هو بيقولك ان velocity doubled الفلوزة اللي هو v double تبقت بتو v and the mass decrease للforce الماس m قلت للforce يبقى 1 over 4 m هو بيسألك على kinetic energy الحاجة اللي بيسألني عليها اجري اكتب اللو بتاحها وعلشان السؤال ده ratio اول حاجة هشيل الhalf فهقول kinetic energy equal الماس هنزل مكانها 1 over 4 بالفلوزة اللي هي هتبقى 2 power 2 تديني 1 لما تطلع 1 ده معنى ان kinetic energy doesn't change بيقولك 2 object لما يقولك 2 object ادي الobject الاولاني واد التاني بيقولك the mass of the first double z of the second يعني الماس بتاعت الاولاني ادي الماس بتاعت التاني مرت فين the mass of the first double z of the second كده احنا كتبناه غلط هو بيقولك الاولاني ادي التاني مرتين يعني لو الاولاني كان بتوت تاني بوان الاول ادي التاني مرتين وبيقولك ان الاول السرعة بتاعته نص سرعة التاني يعني لو الاولاني سرعته Halt 2 سرعته تبقى بكام 1 هو كده بيقولك ال holds Kiletic energy بتاعت الاولاني علاقتها ايه بالتاني طب ما تيجي نحسب Kiletic energy بتاع الا 2 Halt mV power 2 عشان السؤال الله في حال ش grad yellow Kiletic energy equal المال بتاعت الاولاني ب 2 وال velocity بتاعت الاولاني به هعملها power 2 لما هعمل دي كلها بالكالكوليتور تطلع الا interesting energy به هحسب aucunetic energy 1x1 power 2 هتطلع ب1 يبقى ده معنى ان الاولاني نص التاني الاولاني half نص التاني السؤال اللي بعده بيقولك يعني انا عندي اوبجيكت بيلفه في سيركل بيقولك هو بيقولك ان الريدياس بتاعة السيركل ب20 سنتيمتر صحبي وحبيبي انا مباشتغلش بالسنتيمتر عشان احولها للميتر هعملها divided 100 يعني هتديني 0.2 ميتر بعد كده بيقولك يعني هو بيقولك ان الفورس بتساوي 10 نيوتن هو بيقولك هات القينيتك انرجي طيب انا دلوقتي باتكلم على السنتريبيتال فورس افتح لي قانون السنتريبيتال فورس مش السنتريبيتال فورس كانت بتقولك ان ان الف اكوال mv power 2 divided r خلي بالك لان السؤال ده صعب شوي ماشي اه تعالى نعمل كروس مالتبليكيشن لما اعمل كروس مالتبليكيشن هيديني ان الف باي الار اكوال mv power 2 طب ما انا معايا الاف بص الاف ديت معايا ب10 والار معايا ب0.2 اقدر اجيب mv power 2 كلها على بعض اقدر طبعا هقول ان mv power 2 equal fr يعني هتساوي الفورس اللي هي بتن الار اللي هي 0.2 هتديني 2 mv power 2 كلها على بعض تلعب بتو طب انا عايز اجيب kynetic energy kynetic energy equal half mv power 2 انا mv power 2 كلها على بعض بتو يبقى انا اقول ان kynetic energy equal half by mv power 2 كلها على بعض بتو لما اعملها بالكالكوليتور هتطلع معايا ب1 هتطلع معايا الاجابة بكم هتطلع معايا الاجابة ب1 بيقولك a real will in join accelerate a train of a total mass هو بيقولك ان total mass بتاع الترين total mass بتاع الترين equal بيقولك 800 10 التن 1000 كيلو يعني 800 10 هعملهم by 1000 هاي يديني 8 by 10 power 5 كيلو جرام انا ما بشتغلش بالطن الطن في 1000 كيلو طيب علشان احول السرعة من الرست كلمة رست يعني vi ب0 علشان اخلي السرعة في الاخر خالص علشان اخلي ال velocity في الاخر تبقى 50 هو هو بيقولك هات ال work هو عايز ال work ماشي انا معي قانون ال work equal half mv power 2 ال work equal half الماس ب 8 by 10 power 5 by v power 2 اللي هي 50 power 2 هعملها بال calculator هيطلع معك 10 power 9 هيطلع معك 1 وجنبي 9 0 يبقى 10 power 9 السؤال اللي بعده بيقولك يعني انا عندي block كده خشق وعندي طلقة دخلت block دوت الطلقة لما دخلت block velocity بتاعتها كان 1 هو بيقولك لما خرجت لما خرجت من block السرعة قلت للنص يعني velocity بقت بها هو بيسألني على kinetic energy half mv power 2 صحبي وحبيبي ده سؤال ratio هشيل الها يلا تعال نجيب kinetic energy الاولانية صحبي الماس تغيرت لا هنزل المكان 1 velocity بقت 1 عملها power 2 الاجابة 1 تعال نجيب kinetic energy 2 mass 1 velocity بقت power 2 يعني تديني 1 over 4 يعني انا ratio بتاعتي 1 1 over 4 ايه ده مستر دي مش موجودة في الاجابة انا انا عايز احول 1 over 4 دوت من fraction لرقم صحيح كده فانا هعمل d by 4 وهعمل d by 4 4 by 1 يديني 4 هنا 4 تتير مع 4 تديني 1 فراشيو بتاعتي في الاخر هيبقالي 4 to 1 طيب بعد كده بيقولك 4 kg carat عندي عربية الماس بتاعت العربية 4 kg وهو بيقولك ان المومنتم بتاعها السؤال ده مهم b20 هو بيقولك هات ال kinetic energy طيب انا ال kinetic energy بتساوي half mv power 2 ماشي الماس معايا لكن ال velocity مش معايا معايا triangle للمومنتم كنت بقولك المومنتم mv اقدر اجيب ال velocity ال هتساوي المومنتم divided الماس المومنتم بتوينتي الماس بفور هتدين ال velocity 5 هقول ان ال kinetic energy equal half mv power 2 ال kinetic energy هتساوي ال half هتنزل الماس بفور ال velocity احنا جبناها 5 power 2 هعملها كلها بال calculator هتطلع معايا الاجابة ب 50 جول هتطلع معايا الاجابة ب 50 جول السؤال number 12 بيقولك an applied force if accelerate an objective from rest to velocity v هو بيقولك هتلي الwork done الwork done انا اتفقت معاك الwork زي زي ال kinetic energy لاما f دي لاما الwork هتساوي half mv power 2 half mv power 2 السؤال اللي بعده من الاسئلة التقيلة شوي من الاسئلة التقيلة ميش بيقولك two object the mass of the first m and the mass of the second 2 m ادي الobject الاولاني معايا بيدك وادي التاني الاولاني الماث بتاعته ب1 m التاني الماث بتاعته ب2 m بيقولك if their linear momentum are equal وهو بيقولك ان المومنتم الاولاني بيساوي المومنتم التاني بعد كده بيقولك مجموع kynetic energy بتاعهم هما الاتنين يعني انا لما جمع kynetic energy بتاع الاول زائد kynetic energy بتاع التاني يديني 120 هو بيقولك هات kynetic energy بتاع الاولاني الواحد والتاني الواحد طب نجيبها ازاي دي ات عايزين نفكر فيها ركز معايا في الفكرة الجاية لانا انا هستخدمها كتير اول mass ومومنتم احنا لسه كتبنها من شوية يبقى لي velocity فانا دلوقتي عايز اجيب velocity بتاع الاولاني والvelocity بتاع التاني فانا عندي ان الvelocity بتساوي momentum divided mass طيب الvelocity الاولاني المومنتم الاولاني بone والmass بone يعني السرعة بone طب انا عايز اجيب الvelocity بتاعت الولد التاني الولد التاني المومنتم بone والmass بتو يعني بنص عارف ده معناه ايه كده ركز بقى ادي الولد الاولاني والد الولد التاني الولد الاولاني المmass بتاعت بone والvelocity بتاعت بتساوي one الولد التاني المmass بتاعت بتساوي two والvelocity بتاعت بتساوي half تعال نجيب الكينيتيك انرجي الكينيتيك انرجي الولد الاولاني المmass بتاعت بone والvelocity بتاعت بone power two تديني بone الولد التاني الكينيتيك انرجي بتاعت المmass بtwo باي الvelocity ها بعملها power two لما عملها كلها بالكالكوليتور تديني نص عارف ده معناه ايه ده معناه ان الكينيتيك انرجي بتاعت الاولاني ضعف التاني او النص الاولانية الثانية نص الاولانية الاجابة الوحيدة اللي تنفع هي ايه ليه لان 80 و40 40 نص 80 ايوة ايوة انا عايز الكينيتيك انرجي التانية تبقى نص الاولانية الاجابة الوحيدة اللي فيها الكينيتيك انرجي التانية نص الاولانية هي سؤال number 13 السؤال دوت انا اول حاجة جبت الفلوزتي بعد ما جبت الفلوزتي جبت الكوينيتك انرجي ومن الراشيو بتاعت الكوينيتك انرجي ابتديت احل السؤال هتلاقيني بقرر الفكرة دي معك كتير جدا دلوقتي بيقولك two bodies a و b طب ما تيجي نكتب هو بيقول لي two object a و b قدي الولد اللي اسمه a و قدي الولد اللي اسمه b بيقولك the mass of a is four times z of b الماس بتاعت الا قدي ال b كم مرة اربع مرات يلا نكتب يعني لو الماس بتاعت الا before الماس بتاعت ال b one بيقولك if the two bodies have the same كاينيتك انرجي الاولاني هي هي نفس الكاينيتك انرجي التانية هم اللي اتنان عندهم نفس الكاينيتك انرجي اقول مثلا دي ب one و دي ب one بعد كده بيقولك هات ريشيو ما بين المومنتوم هات ريشيو ما بين المومنتوم طيب انا المومنتوم بيساوي mass by velocity يا مستر انا الماس معايا الاولاني ب four والتاني ب one طب هل انا معايا الفلوزتي لا طب ما تيجي نجيب الفلوزتي مش ركز بقا معايا مش انا كنت اواخد معاك قانون بيقولي ان الفلوزتي اكوى الروت اتنين كاينيتك انرجي ديفايد الماس تعال نجيب الفلوزتي الاولاني روت اتفقت معاك في اسئلة الريشيو بشيل الرقم اتوها تتشال الكاينيتك انرجي بتاعت الاولاني ب one والماس بتاعته ب four لما اعملها بالكالكوليتور هتطلع معايا ب كام هتطلع معايا ب half تعال نجيب الفلوزتي التانية روت الكاينيتك انرجي ب one والماس ب one يعني الفلوزتي ب one كده الولد الاولاني اللي هو A و B الاكسلوريش الماس بتاعت ال A ب four والفلوزتي بتاعته ب half B الماس ب one والفلوزتي ب one يلا نجيب المومنتم المومنتم هو ماس بي فلوزتي المومنتم الاولاني الماس ب four والفلوزتي ب half هتديني المومنتم ب two الولد التاني المومنتم ب one by one هاي يديني المومنتم ب one يلا ما اعمل ال A divided by هتديني two over one هتديني two over one السؤال اللي بعده انا عندي كام سؤال كده بكس هم دول اسئلة المومنتم هنا بايخي قوي السؤال اللي بعده بيقولك يعني ايه الكلام دوت انا عندي كورة القورة ديت كانت مشية بفلوزتي سرعة اسمها one v والماس بتاحها ب one القورة خبطت في الحيطة لما رجعت الفلوزتي قلت للنص والماس ما غد غيرش ثابت هو بيقولك ان كده الانرجي اللي تقدي ايه تم تيجي نجيب الاولة والتانية القينتك انرجي بتساوي half mv power two القينتك انرجي الاولة هتساوي الهف هتتشال الماس الاولة ب one والفلوزتي one وبورتو تديني one القينتك انرجي التانية هتساوي الماس لا استنى 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 ده هو هنا عايزهم مينس بعض يعني ايه عايزهم هنا مينس بعض استنى يا صاحبي ده هو هنا عايز نحسبها ارقام هنا عايز نحسبها ارقام القينتك انرجي هتساوي half باي يلا الماس ب one والفلوزتي ب one power two يعني لما عملها بالكالكوليتور القينتك انرجي هتديني half تعال نحسب التانية القينتك انرجي التانية هتساوي half باي الماس اللي هي ب one الفلوزتي one over two لما اعمل ده بالكالكوليتور power two لما اعمل ده كلها بالكالكوليتور كلها على بعض هتديني القينتك انرجي هتساوي 1 over 8 هو عايز الـ 2 دولار minus بعض لما أعمل بالكالكوليتور 1 over 2 minus 1 over 8 هتدي 3 over 8 فالإجابة بتاعتها تبقى 3 over 8 mv power 2 السؤال اللي بعته 16 بيقولك عندي 2 bodies x y عندي ولد اسمه x وولد اسمه y هو بيقولك هو بيقولك ان الـ kinetic energy بتاعت الـ x قد الـ y 4 مرات يعني لو الـ kinetic energy بتاعت الـ x في 4 فالـ kinetic energy بتاعت الـ y بـ 1 وهو بيقولك الـ 2 عندهم نفس الماس يعني لو الماس الأولى بـ 1 الماس الثانية هي كمان بـ 1 هو بيقولك هاته المومنتوم بتاع الـ x طب ثانية واحد المومنتوم هو mass by velocity انا معايش الvelocity عطلن على الvelocity بس انا معاي قانون للvelocity بيقول root 2 kinetic energy divided mass يلا نجيب الvelocity الاول هتساوي عشان داريش التو هتتشال الkinetic energy الاولى before divided mass ب1 تديني 2 هنا هعمل root 1 over 1 تديني 1 يبقى كده الvelocity الاولى بتو والvelocity الثانية ب1 تعال نجيب الmomentum الممنتم هو mass by velocity يبقى قول إن الممنتم الماس الاولى نية ب1 والvelocity احنا جبناها بتو تبقى بتو الممنتم التانية 1 by 1 هتديني 1 يبقى ده معنى إن الممنتم بتاع الX قد الممنتم بتاع الY مرتين لإن الممنتم بتاع الX كان بتو والY كان بawan فده معنى إن الX قد الY مرتين السؤال اللي بعده بيقولك هو عايز قانون البوتينشيال انرجي اللي هو القانون البوتينشيال انرجي هتبقى MGH سؤال number 18 ده 17 هل 18 مع بعض بيقولك أنا قلتلك لو انا عندي سبرينج كده وانا ضغط عليه الانرجي اللي جواه اسمها ايه اسمها potential energy الانرجي الطاقة اللي هتبقى متخزنة جواه اسمها potential energy بيقولك انا عندي الماز بتساوي 2 كيلو لما الهيط كان ب5 متر وهو مديك ايه انا عايز اللي هي هتساوي MGH هتساوي لما عملها بالكالكوليتر هتطلع معي ب98 جول هتطلع معي ب98 جول سؤال number 20 بيقولك لو انا معايا قرة رمتها لفوق عند الماكسمام هايت الفلوزيتي بتبقى بزير السؤال 21 بيقولك بيقولك امان وينتو بيقولك امان وينتو بيقولك امان وينتو his apartment twice once using stairs and another using elevator which statement is correct يعني الكلام دوت عندي واحد مثلا ساكن في عمارة كده ساكن في شقة في الدور التالت مثلا هو بيقولك مرة طلع الشقة دي بسلم ومرة تلحها بالأسنصير صحبي انا لو طلعت بالسلم او طلعت بالأسنصير ارتفاع الشقة فوق الارض ثابت الهيط ثابت فسواء انا طلعت بالأسنصير طلعت بالسلم انا وصلت النفس الهيط معنى ان انا وصلت النفس الهيط فالراجل دوت هيبقى عنده نفس الانرجي في الحالتين لان في الحالتين الراجل هيبقى واقف هنا سواء بالأسنصير سواء بالسلم انا هتحرك نفس الهيط هتحرك نفس الهيط طيب رسملك شوية جرافات كده بيقولك a stone is dropped from a bridge into river يعني انا عندي حجر كان في مكان عالي والحجر دوت هرميل تحت لما انا بتحرك من فوق لتحت كنت بقولك ان potential energy كانت بتقل لكن kinetic energy كانت بتزيد طب انا عايز جراف هو بيقولك ال stone انا برميه طب انا عايز جراف potential بتقل والقينتك بتزيد بص الجراف ده كده هنا potential energy عملت ايه لكن القينتك كانت عمالة تزيد فالجراف الصحة هيطلع 22 طيب رسملك جراف بيقولك هات اللي سلوب بتاع الجراف دوت هو رسملك potential energy وهايت اللي سلوب هات اللي فوق divided اللي تحت potential energy divided الهايت صحبي كنت بقولك ان potential energy هو mgh وقلتلك ان الام والجي دولة بالنسبالي هما الويت لما اخد اله ارميها الناحية التانية للpotential energy يتبقى لي مين يتبقى للويت فالجراف دوت اللي سلوب بتاعه هيبقى هو الويت بيقولك اجزابوتنشيال energy of the object of mass 1 kg at the surface of the earth صحبي لو انا قاعد على السيرفز بتاع الارض كده الهايت بيسوي zero مانا ما تحركتش لفوق لما الهايت يبقى بزيرو ده معناه ان الpotential energy هي كمان هتبقى بكام ده معناه ان الpotential energy هي كمان هتبقى بزيرو نكمل بيقولك اجزابوتنشيال بيقولك الجرافتي بي 10 الجرافتي equal 10 بولك زنزا increase in potential energy of a student of mass هو بيقولك ان الماس ب50 كيلو جرام لما الولد بيطلع جبل الهايت بتاع الجبل بيساوي 5 متر ماشي الpotential energy equal m gh يبقى هقول ان الpotential energy equal m50 by 10 by 5 هتطلع معايا ب200 او ب2500 السؤال اللي بعده 26 بيقولك ان الميكانيكا الان اف ان اوبجيكت انا اتفقت معاك ان الميكانيكا الانرجي هي مجموعة هي الصم بتاع الكنتك زائد البوتينشيال بيقولك the graphical relation that represents the relation between the potential energy of a falling freely and the distance يعني انا عندي حغر برمي من فوق لتحت طب انا لما برمي من فوق لتحت البوتينشيال الانرجي بتزيد ولا بتقل البوتينشيال الانرجي بتقل ادي الجراف اللي فيه البوتينشيال الانرجي قالت السؤال اللي بعده بيقولك a constant net force of يعني انا عندي force الفورس ديت بتساوي 500 نيوتن بتأثر في عربية الماز بتاع العربية بيساوي 1000 كيلو العربية تحركت مسافة distance 100 meter هو بيقولك if the car was initially at rest يعني هو بيقولك في الاخر العربية وقفت then the car final velocity initially at rest يعني هي في البداية كانت وقفة هو عايز السرعة النهائية هو عايز ال velocity عارف اللي 4 حاجات دولة تجمعوا في اني قانون في قانون كده كتبتولك رابع قانون للwork او للkainetic energy قلتلك ان ال fd equal half mv power 2 الفورس 500 ال d اللي هو 100 equal half الماز اللي هي 1000 باي v power 2 لما عمل 500 divided 100 يطلع معايا 50 000 equal لما عمل هاف باي 1000 يطلع معايا 500 v power 2 الزيرو تطلع معا 0 الزيرو تطلع معا 0 لما ودي 5 تحت 500 تديني v power 2 500 divided 5 هتساوي 100 دي v power 2 عشان اجيب v واحدة بس هامل الroot ال 100 هتطلع معايا بتن هتطلع معايا بتن نكمل مع بعض بيقول لك a car and a pickup truck عندي عربية عندي عربية car وعندي truck وعندي مقطورة كده بيقول لك are moving down the highway يعني ماشيين في طريق سريع بيقول لك the truck is twice as massive as the car يعني هو بيقول لك ان المس بتاعت truck قد المس بتاعت car ماريتين يعني لو truck دي بتو car one بيقول لك but it's only moving at the half the speed بيقول لك بس truck دي تمشي بنص سرعة العربية يعني لو truck سرعتها ب half car سرعتها دي هتبقى one how does the kinetic energy of the truck compare with the car هو عايز يقارن the kinetic energy بتاعت الاتنين مع بعض ال kinetic energy بتساوي half mv power 2 عشان ده السؤال ratio الهوف هتتشال ال kinetic energy الاولى هي one by one power 2 هتديني one ال kinetic energy التانية هتساوي two by half power 2 لما عملها بالكالكوليتر هتطلع معي ال kinetic energy هتساوي تعالوا كده نعملها مع بعض لما نعمل 0.5 power 2 by half هتطلع معي به يبقى ده معناه ان ال kinetic energy بتاعت العربي الترك كانت نص العربي هي نص العربي one half نص سؤال number 30 بيقولك an object has potential energy انا عندي potential energy بتساوي 50 جول when it's 10 meter of the ground يعني هي على height الهيط دوت 10 meter بيقولك how much potential energy will at twice as the massive object twice as the massive object at a height of 20 meter يعني ايه الكلام دوت تعالوا نجيب يعني انا دلوقتي عندي حجر الحجر دوت على ارتفاع كم متر على ارتفاع 10 متر هو بيقولك لو انا معي حجر تاني قدي المس الاولان مرتين والحجر التاني على ارتفاع 20 متر يبقى potential energy بتاعته بكام طب ما تيجي نجيب المس الاولين وانا عارف لو مش مدين gravity gravity 10 فانا عايز اجيب المس الاولين انا عايز اجيب المس الاولين طيب انا هقول كده ان potential energy هي mgh potential energy اللي هي 50 المس اللي انا مش عارف ها بكام gravity 10 لما عملها بالكالكوليتور المس هتبقى 0.5 هو بقى بيقولك ان المس دي تقدي الاولين مرتين يبقى المس هتبقى 0.5 باي 2 هتديني 1 وهو بيقولك ان المس 20 وال gravity 10 تعال نحسب potential energy mgh m 1 g 20 وال h 20 وال gravity 10 هعملها بالكالكوليتور هتطلع معي 200 جول هتطلع معي 200 جول بيقولك how much work is done to accelerate 5 kg object يعني انا عندي object المس بتاعته بتساوي 5 kg عشان اخلي السرعة تبتدي من 6 توصل في الاخر ل 12 طب انا كنت مدي قانون للقينتيك energy بيساوي half m v f power 2 minus vi power 2 هقول ان القينتيك energy equal الهض هتنزل المس ب5 الف الف اللي هي 12 power 2 minus vi اللي هي 6 power 2 لما عملها بالكالكوليتور هتطلع معي 270 هتطلع معي بالكالكوليتور ب2 170 نكمل مع بعض عندي عربية العربية ديت المس بتاعها بيساوي 3 by 10 power 3 kg العربية ديت كانت ماشية بسرعة السرعة ديت b العربية وهي خبطت في شجرة لحد ما العربية ما وقفت كلمة العربية وقفت يعني الف بتاعها بزير ماشي هو بيسألك 3 اسئلة بيقول لك هتلي ال kinetic energy فانا هقول كده ايه ان ال kinetic energy هتساوي half m v power 2 ال kinetic energy هتساوي half الماس ب3 by 10 power 3 by velocity اللي هي ب60 هعملها بالcalculator بس استنى احنا هنا نسينا حاجة صحبي هو هنا قطع لك velocity على حتتين vi و vf فانا لازم اشتغل بالقانون اللي هو vf power 2 minus vi power 2 اللي هو vf اللي هي كانت ب0 power 2 minus vi اللي هي 60 power 2 فانا لما عملها بالcalculator هتطلع معي الاجابة بnegative 3.84 0.10 power 5 سؤال number b هو بيقولك هات الwork done on the tree هات الwork اللي حصل في الشجرة صحبي هي الشجرة تحركت لا مشانا بقولك ان الwork هو force by distance اه طب بما ان الشجرة ما تحركتش فما فيش displacement فالwork اللي اتعمل على الشجرة هيبقى بزيرو هنا جول طيب السؤال رقم c بيقولك هات القوة اللي اثرت في العربية لو العربية مشيت جوه الشجرة مسافة يعني بص يعني ايه ادي الشجرة لما العربية خبطت في الشجرة تخيل العربية يعني العربية عملت كده الكبوت بتاع الكبوت دخل لجوه 50 سنت كده العربية ضمارت يعني تمام هو بيقولك ان distance ب 50 سنتيمتر اللي هو يعني 0.5 ميتر طيب هو عايز الفورس انا اواخر القانون ان الفورس بتساوي m ايه طب انا معيش انا معي الماس معيش ال acceleration طب انا معي ال vi ومعي ال v f وال distance 0.5 فانا هجيب ال acceleration بال equation التالتة ال equation التالتة اللي هي بتقول 2 ad equal vf power 2 minus vi power 2 تو هتنزل ال acceleration ده اللي انا عايزه distance 0.5 equal vf اللي هي ب 0 minus vi اللي هي 16 power 2 لما عملها كلها بال calculator هتطلع معي acceleration لما نعملها هتطلع معي بكام هتطلع acceleration 256 256 256 تمام طيب بالnegative برضو لما نعملها هتطلع معي الاجابة بالnegative طب هو عايز force force بتساوي m a يعني force هتساوي mass اللي هي 3 by 10 power 3 by acceleration اللي هي طلعت معي negative 256 لما عملها بالcalculator راتطلع معي الاجابة negative 7 بص المسافة هتبقى b 100 هتبقى b 100 34 بيقولك the ratio between the mass of body a to that of body b to 1 يعني الولد a b mass بتاعت a b 2 and the ratio between the speed of body a to that of body b يعني velocity بتاعت a 1 وال velocity بتاعت b 2 بقولك the ratio between their kinetic energy equal mv power 2 ويا صاحب علشان ده سؤال ratio انا هشيل اله هقول لان kinetic energy هتساوي الماث ب 2 هتدين kinetic energy equal 2 هنا kinetic energy هتساوي الماث ب 1 by velocity اللي هي 2 power 2 هتدين kinetic energy equal 4 لما عملها simplest هعمل 2 2 2 2 1 4 2 2 2 يعني هتديني ratio 1 2 2 نكمل 35 بيقولك 2 objects are moving on a frictionless horizontal surface بيقولك ان الماس التانية قد الاولانية 3 مرات يعني انا عندي الولد الاولاني والولد التاني هو بيقولك ان الماس التانية قد الاولانية 3 مرات يعني لو الماس الاولى بسري الماس التانية طبق 1 وبيقولك الفلوزة الاولى قد التانية مرتين يعني لو الفلوزة الاولى بتو الفلوزة التانية طبق 1 هو عايز نفس السؤال اللي فات القينية الانرجي لا استنى احنا احنا هنا جبنا ريش وغلط ركز معي معلش بص يا صاحب الصحاب هو بيقولك ان الماس التانية قد الاولانية 3 مرات يعني التانية هي اللي قد الاولانية يعني لو الماس بتاعت التانية بـ بـ الماس بتاعت الاولى هتساوي 1 وهو بيقولك ان الفلوزة الاولى قد التانية مرتين يعني لو الفلوزة الاولى بتو الفلوزة التانية هتبقى بـ هجيب الكينيتك انرجي اللي هي هتساوي هوف mv power 2 الهوف هتتشال الماس بـ 1 والفلوزة بتو power 2 يعني هتتديني 4 الماس ب3 والفلوزة ب1 power 2 هتتديني 3 بيقولك لو الكينيتك انرجي ديكريز للقوارتر لو الكينيتك انرجي ديكريز للقوارتر يعني بقت ربع الكينيتك انرجي اللي يحصل في المومنتم بص انا عايز اكتب لق قانون كده ركز معايا فيه مش انا بقولك ان الكينيتك انرجي بتساوي half mv power 2 ها فانا ينفع اقول كده v power 2 دي معناها v by v ال mv ديت هي المومنتم فانا ممكن اكتب كده ان الكينيتك انرجي بتساوي half المومنتم باي ال v هعمل cross multiplication اتنين كينيتك انرجي هتساوي المومنتم باي ال v فانا ممكن اطلع قانون للمومنتم احفظه بقى هقولك ان المومنتم هي اتنين كينيتك انرجي divided velocity المومنتم هي اتنين كينيتك انرجي divided velocity المومنتم اتنين كينيتك انرجي divided velocity طب انا عايز اجيب المومنتم وده سؤال ريش والمومنتم equal to كينيتك انرجي divided velocity في اسئلة ريش وبشيل الرقم فانا اقولك المومنتم اقوال الكينيتك انرجي بقت 1 over 4 وال velocity ب 1 يبقى decrease to its quarter value هو كمان هي لل quarter بيقولك a work is done on a body so its kinetic energy is doubled ال kinetic energy doubled يعني بقت باثنين kinetic energy بقولك if the velocity of the body before exerting the work was v يعني هو بيقولك ان الvelocity كانت v طب الvelocity الجديدة تبقى كم v ماشي هو بيعايز الvelocity وده سؤال ريش اتنين kinetic energy divided mass هقول root عشان ده سؤال ريش رقيتها تتشال الkinetic energy بقت ب2 الماس ما تغيرت شب وان لما عملها بالكالكوليطور تديني root 2 فالvelocity هتبقى بroot 2 الvelocity نحل اخر سؤال بقولك if the speed of an object increase لل double الvelocity v increase لل بقت 2 v هو عايز kinetic energy kinetic energy هتساوي half mv power 2 فنقول ان kinetic energy equal half هتتشال الماس 1 2 power 2 هتديني 4 فهي هتزيد 4 times كده هي هتزيد 4 times وبكده نبقى خلصنا الاسئلة بتاعتنا اشترك